الناس سمعتوا أنه فيه اهتمام يعني طبعاً مصر لها تجربة رائدة في محاربة شلل الأطفال لكن كونوا أنه فيه اهتمام هذه الأيام بالحملة اللي تبناها الرئيسيسي أيضاً بحملة شلل الأطفال تخوفوا في البعض أنه يكون المرض عاد أو بدأ يظهر تاني يعني ألا قدر الله لا لا مطلقاً يا فن هو زي حضراتك ما تفضلت وقلت هي آخر حالة مسجلة بفيروس شلل الأطفال في جمهورية مصر العربية كانت في سنة 2004 وتم إعلان جمهورية مصر العربية كدولة خالية من مرض شلل الأطفال في 2006 كل سنة بنحصل على الإشهاد من منظمة الصحة العالمية بخلو جمهورية مصر العربية من فيروس شلل الأطفال إلى هذه اللحظة وإن شاء الله للآخر يعني طبعاً حضرتك البرنامج الموسع للتطايمات هو شهادة نجاح مضيئة لجمهورية مصر العربية في مجال الصحة العامة من أكتر من 35 سنة في عشر أمراض مستهدفة بالتطايم في الجدول التطايم الإجباري لأولادنا فعلاً الدولة المصرية لا تبخل بأي طعوم علشان حماية الأولاد المصريين لأن دول أمل مصري يا فندم طبعاً مش حاجة جديدة خالص هو فخامة السيد الرئيس الجمهورية سنوياً بيرعى إقامة الحملة القومية للتطايم للشلل الأطفال وبتم في مثل هذا الوقت في الربع الأول من كل عام طبعاً السنة دي كان لها وضع خاص شوانتين إحنا حوالينا دول جوار بتزهد سريان لمرض شلل الأطفال فكان لزماً أننا فعلاً نعمل الحملة دي الحملة طبعاً هي مصري من الدول اللي بتدرج طعم ضد شلل الأطفال عبارة عن سبع جرعات بالتطايم الفموي سابين وثلاث جرعات ابتداء من يوم 22-22 بالطعم المعطل سلق عن طريق الحقن عند الشهر الثاني والرابع والسادس طبعاً ده بالإضافة إلى الحملات التكميلية الحملة التكميلية بتستهدف الماس إميونيزيشن أو التحصين المجتمعي المبدي الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات الطعم فيه توقيت واحد ده حضرتك بيدي مناعة مجتمعية ومناعة معوية للأطفال فنضمن الحد الأقصى من الأمان بإذن الله سبحانه وتعالى